اشتركوا في القناة سيدخلها الإمام المهدي إلا وسينتصر فيها ونقول للناس أننا في آخر الزمان المشكلة التي تواجه الناس ممن يبحثون بشكل مادي بعد كيف سينتصر الإمام المهدي إذا ظهر في هذه الأيام على القوى الكبرى مسلمين في حال الضعف شديدة جدا بيتم التحكم في المسلمين في كل القرارات وكل الأشياء التي تخص المسلمين في بلادهم من على بعد بالرمود فكيف سينتصر الإمام المهدي في ظل هذه الأجواء إذا ظهر كلام في منتهى الأهمية ستسمعوا في البداية من يفكر بهذه الطريقة بنى الأمر على مقدمات خاطئة بيفكر غلط ليه؟ لأن الأمور عندما يظهر الإمام المهدي ستكون الأرض قد مهدت تماما لحروب آخر الزمان وللانتصارات كيف ذلك؟ لاحظ معايا اللي بيحصل في هذه الأيام أكبر قوة في العالم هي أمريكا ويليها أوروبا إيه اللي بيحصل في أمريكا في هذه الأيام اتكلمنا في حلقات سابقة إن أمريكا أصلا لن تكون موجودة عند ظهور الإمام المهدي ونرجع للإشكالية اللي بيفكر بيها الكثير من الناس بدام أمريكا مش هتبقى موجودة أيام الإمام المهدي يبقى لسه بدري على ظهور الإمام المهدي وإحنا أصلا مش في زمانه هكذا يفكرون بهذه الطريقة فإحنا نرد عليهم نقول لهم لغاية عام 2020 ماذا كان يحدث في أمريكا مثلا على سبيل المثال من حيث الآيات الكونية ما كانش فيه أي حاجة وكانت الأمور طبيعية حتى الزلازل والبراكين والأعاصير كانت تقليدية عندهم طيب إيه اللي حصل فجأة بداية من عام 2021 حتى يومنا هذا الأحداث أصبحت غير تقليدية ففكرة إن أنت تبني أننا لسنا في هذا الزمان أو لسنا في زمان الإمام المهدي لأن أنت شايف أصادك الأمور شبه طبيعية فإحنا نقول لك عام 2021 خير دليل على أن الأمور تنقلب فجأة وبسرعة وتهيأ النهاردة مثلا على سبيل المثال للحصر فأمريكا 37 ولاية بتعلن حالة الطوارئ القصوى هل هذا الأمر تقليدي؟ هل هذا الأمر طبيعي؟ شوف اللي بيحصل في هذه الأثناء في الصين وما يحدث بها وإجلاء أكتر من 2 مليون مواطن لأنهما خايفين من إعصار قادم إلا أنا عايز أقوله إن حروب آخر الزمان سينتصر فيها الإمام المهدي طبعا لأنه مؤيد من عند الله ولكن إذا أراد الله شيء هيا له الأسباب قوانين كونية لا تحابي ولا تجامل أحد إذا أراد الله أن ينصر عبده الإمام المهدي في حروب آخر الزمان وهو قادم بإذن الله لا شك في ذلك لأن الذي أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام يهيئ الأسباب إحنا في مرحلة اسمها مرحلة إنهاك القوى زوال دول زي أمريكا والقوى الثانية أوروبا والصين الآن هم يعيشوا مرحلة إنهاك القوى ما كنا نرى مثل هذه المشاهد في دولة زي الصين اللي هي وقفة عاجزة مش عارفة تعمل أي حاجة أصاد الأعصير والفيضانات سوى تهجير السكان المقاطعة التي سيضربها الإعصار حسب توقعاتهم ضعف شديد لقوة كانت تظن في نفسها أنها من القوى المفرطة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامها إذا الأرض في هذه الأيام بتهيأ وتمهد للإمام المهدي وللأسف الناس في غفلة ومش عايزين يقتنعوا أننا في مرحلة العقوبات الربانية التي من بينها الزوال أو إنهاك القوى تفضل أوروبا في مرحلة من الفيضانات والأعاصير والزلازل هي والصين واليابان وهذه الدول ويستمر الأمر وكل يوم نخرج عليكم ونحكي إعصار اليوم في أمريكا وغدا في الصين وبعد غد في اليابان وزلزال وهكذا يستمر الأمر في مرحلة إنهاك القوى وده اللي يخلينا نحاول إن إحنا نفهم أكتر أحاديث آخر الزمان التي تتكلم عن حروب الإمام المهدي وإزاي الإمام المهدي سينتصر على قوة من المفترض أنها الآن لا يستطيع أحد أن يهزمها مرحلة إنهاك القوى يواجه الإمام المهدي مثلا في معركته مع مع الروم والروم في هذه الأثناء وفي هذه الأجواء قد ضعفت وأنهكت كيف ذلك خلاص المسلمين في المرحلة اللي إحنا عيشين فيها مرحلة ضعف شديد خلاص لا يستطيعون على المستوى المادي البحث من حيث موازين القوى إن هما يروحوا ليمين ولا شمال مرحلة ضعف شديدة طبعا أوروبا وأمريكا من فترة طويلة جدا وقد نجحوا في إضعاف المسلمين عارفين إن المسلمين خلاص لا حول لهم ولا قوى ولذلك اتصرفوا بمنتهى الارتياحية في كل الأمور التي تخص المسلمين وأخرجوا من الحسابات الله لأنهم بمنتهى البساطة لأنهم بمنتهى البساطة كفار لا يؤمنون بالله شوف نسبة الإلحاد ونسبة أصلا إنكار الإله والاختلاف فيما بينهم في تعريف الإله هل هو واحد ولا اتنين وشوف انقسام الشديد فيما بينهم كفرق فرقة تقول مثلا من النصارى أن المسيح هو الله وفرقة أخرى تقول أنه ابن الله وفرقة ثالثة تقول هو ثالث ثلاثة ثلاثة في واحد انقسام شديد فهم أصلا أخرجوا الله من الحسابات فإز بالملك القدير يدخلهم حاجة ما كانتش في حسابتهم أبدا ألا وهي الجنود الربانية التي هي من عند الله آيات ربانية دي احنا الفترة القادمة ان شاء الله نتكلم في الآيات الربانية بطريقة فيها استفاضة كبيرة جدا علشان هو ده المطلوب قوي إيمانك الجنود الربانية التي هي من عند الله الرياح والأعصير والزلازل قوات رضع قوات زجر من الملك سبحانه وتعالى فتعود الكفة من جديد لصالح المسلمين الصحوة الإسلامية التي نراها في هذه الفترة اللي هي يعني عمل حالة كبيرة من الألأ لأوروبا وبيتكلموا وعلى فكرة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بيبين لكن هما متحدين ولكن في مرحلة معينة تظهر الحقيقة هم في منتهى الضعف فعلا هم في منتهى الضعف ولكن المسلم للأسف أصبح أضعف وقوى منهكة في الأيام الحاسمة التي نحن بصددها الكفة بدأت إن هي تعود من جديد لمصلحة المسلمين وتلك الأيام نداولها بين الناس شايفين عدنا سنين طويلة مثلا على سبيل المثال نتفرج أصاد التلفزيون كيف يضرب اليهود إخواننا المسلمين في فلسطين وإحنا بنتفرج أقصى حاجة إن إحنا نتفرج بس مباشر ونعود يعني معذرة في اللفظ زي نبكي كالنساء ولا نستطيع أن نحرك ساكنا ألا ألم تلاحظ أننا في هذه الفترة بدأت الكفة تعود من جديد في آخر العدوان على غزة وبدأ المقاومة في غزة وفي فلسطين بدأت إن هي ترد على اليهود والموضوع بدأ يبدو كأنه سجال ما بين الطرفين كل دي بشريات أن الكفة بدأت تتزن وتعتدل من جديد ومعانا الجنود الربانية التي هي مرسلة من عند الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وتبدأ حروب آخر الزمان وقد أنهكت قواهم رأسا على عقب ويكتب الله النصر للإمام المهدي وللمسلمين فلازم نعرف طبيعة المرحلة إن إحنا كلنا بنعيشها في ناس فيئة وفي ناس ما زالت نائمة في غفلتها وإحنا ضرنا ووظفتنا إن إحنا نصحي الناس والكلام اللي إحنا بنقوله دوت لن تسمعوا على المنابر لأنها أممت ولن تسمع هذا الكلام في دروس في التلفاز إن كان أصلا هناك دروس علم لن تسمعها إلا في هذه الأماكن التي سخرها الله لنا من حيث لا نحتسب ولا نتوقع لكي تكون منبر حق لتبصرة الناس وتوعية الناس أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الكلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر